السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كلكم بخير اهلا بكم في فكر جديد النهاردة هنعمل مع بعض الكيك على البتجاز بطريقة جميلة جدا وسهلة قوي مش هنحتاج بقى فرن المراتي وهتطلع هشة وجميلة جدا بس قبل ما تشوف الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير جدا للفيديو ولو انت اول مرة تشوف القناة ما تنسوش تشاركي في القناة وتفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد ويلا نبدأ الفيديو مع بعض المكونات معايا هنا في الخلاط هحط كوباية من الحليب وتلاتة اربع كوب من الزيت كوباية لربع يعني من الزيت وكوباية لربع من السكر وهنا هحط اتنين بيضة وهحط هنا معلقة من الخل وكيس من الفانيليا كل دعا في الخلاط يعني هضربهم كويس جدا في الخلاط كده انا خلاطهم كويس قوي ومعايا هنا في البولا كوبايتين من الدقيقة عليهم رشة صغيرة من الملح ومعلقة من البيكنج بودر حفظها بالا انا اقلبهم كويس جدا وحط هنا برضو معلقتين من الكاكاو الخام لو انت عايزها بني اعمليها حط معلقتين من الكاكاو لو عايزها بيضة خلاص ما تخطش بقى حاجة وحفظها بالا انا اقلبهم كويس كده مع بعض بنفس الشكل انت شايفينه ده كده خلاص بقت كويس جدا والقوام بتاعها كويس قوي هبدأ بقى لانا صبها في المجات هي هداخد بالزبط ست مجات يعني بحط بالزبط نص المج يعني ما تزوديش عن نص المج عشان لما ترتفع تكون معاك بالزبط كويسة ومتطلعش برا المج كده كويس يعني يدوب نص المج كده هي زي ما قلت لكم خيات معايا ستة بس اللي هو السادس ما كانش كامل قوي هنا على النار انا كنت حطيت ميا وسبتها تغلي والميا تبقاش كتير قوي عشان لما يعني اسبها على النار وتغلي ما تدخلش جوه الكبيات على الكيك يعني طبعا انا هتبوز وكم هدية النار خالص يعني تهدي النار على اقل حاجة واسبها بقى كده على البتجاز زي ما قلت لكم واغطيها واغطيها بفوتة كويس عشان ما فيش اي بخار يخرج يعني منها خلاص يا كده خلاص استوات وبقت جميلة اختبرتها بالخلة خدت بالزبط اربعين دقيقة يعني قبل اربعين دقيقة ما تفتحيش عليها اه تختبرها هتلاقاها بقت كويسة جدا احب دقى بقى اللي انا اه اورها لكم انت لو سبتها تبرد مش هتحتاج اللي انت تعملها بالسكينة كده بس انا عايز اورها لكم يعني فعملتها هي سخنة شايفين ما شاء الله الله مبارك جميلة قوي وهشة وطرية قوي بس اهم حاجة تهدي النار خالص عليها وتسيبيها يعني اربعين دقيقة عشان تاخد راحتها هنا خلاص انا حطتها وعملت هنا في الكيس ده سياحة شوكولاتة خام بني وحب ده اللي انا عاملها كده بنفس الشكل انت ممكن تزينها باي حاجة زينيها بقى بفارماسيل او لو عندك اه كريم شانتي اي حاجة انتش عايزت زينيها وهنا برضو شوكولاتة بيضة سيحتها وحب ده اللي انا امشي عليها كده سهلة جدا ما خدتش معي وقت خالص ومشاء الله طعمها حل شايفين جميلة جدا جربوها بجده هتعجبكم قوي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناة وهيشوفكم فيديو تاني ان شاء الله على خير مع السلامة شكرا